معنا من غازي عنتاب جنوبي تركيا مفدنا عبدالجليل بردودي ومن ريف اللاثقية في سوريا مفدنا عبدالحليمي عبدالجليل أبدأ معك ونقترب أكثر معك من الصورة والقرارات الجديدة للسلطات التركية نعم كارولينا فقد تم توقف أعلان التوقف عن أعمال البحث والإنقاد في تقريبا كل المواقع إلا في جنوب مدينة كهرمان مرعش أيضا بالإضافة إلى البلدات المحادية لهاتاي لم تتوقف فيها بعد عمليات الإنقاد والبحث لحد الآن هذا من جهة بالنسبة لعمليات البحث والإنقاد أما بالنسبة لقضية المنكوبين فهم يتوجدون الآن في العديد من المخيمات حيث وصل عدد الخيام إلى 177 ألف خيمة منتشرة في جميع المدن التي ضربها الزلزال في جنوب تركيا وتعكف السلطات الآن على تقييم جميع المباني تقييما تقنيا فقد قيمت أكثر من 3 ملايين و200 ألف مبنى وقد اكتشفت أنه يوجد أكثر من 400 ألف مبنى مهدد بالإنهيار أو تضرر بشكل كبير وقد وصلوا أيضا إلى أن أغلبها يجب أن تهدم هذا من جهة من جهة أخرى فهم يعكفون على هذه الدراسة من أجل أيضا معرفة المباني التي لا زالت صالحة للسكن لإعادة المنكوبين للسكن إليها لأن هناك مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة داخل هذه المخيمات في نفس الوقت أيضا بدأ العمل على إرسال واستقبال وتجهيز أراضي خاصة من أجل وضع بيوت متنقلة وجاهزة لاستقبال العديد من المنكوبين كمرحلة تانية بعد مرحلة الخيام وقام أيضا وزير البيئة والعمران بالإعلان عن الانتهاء من التخطيط لبناء 30 ألف وحدة سكنية ستكون المدن التي تعرضت إلى الزلزال أرضية لها بشرط اختيار الأرضية أو الأرض المناسبة والتي تكون بعيدة عن خط الزلازل وتكون أيضا طريقة بناء هذه السكانات مطابقة لمواصفات المضادة للزلازل نتواجد إذن كارولين هنا في غازي عنتاب وتتوصل عمليات تهديم المباني المتضررة بشكل كبير وذلك خوفا من أن تحدث أضرارا أكبر فتلحد هنا كل هذه الآليات الموضوعة أمام هذا المبنى الذي كانوا يقومون بتهديمه قبل قليل من أجل أن يتجنبوا أن يصاب أشخاص آخرون في حال وجود هزات ارتدادية ونلاحظ أيضا أن أغلب المباني في هذه البلدة التي نتواجد فيها هي بلدة اسمها إصلاحية تقع في إقليم غازي عنتاب قد تضررت بشكل كبير جدا تجولنا صباحا في أغلب أحياء هذه المدينة فهي فعلا كمدينة أشباح المحلات مدمرة ولا توجد تجارة وتعكف الآن السلطات على محاولة إعادة بعث الحياة وتحييد الأضرار والمخاطر من هذه الشوارع كارولينا أنتقل إلى اللاذقية مع موفدنا عبدو حليمي عبدو أيضا نطلع منك على الجديد لديك في اللاذقية جميع الجهود الآن منصبة على توزيع المساعدات والمعونات ووصولها إلى القرى البعيدة والنائية في أرياف اللاذقية وجبلة فنحن الآن في قرية الهنادة في ريف اللاذقية الغربي هنا حيث وصل الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر السوري بعد مناشدات من الأهالي بالوصول إليهم خاصة وأنهم نالوا حصتهم من فاجعة الزلزال وهناك بيوت مدمرة وعائلات منكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة هنا تقوم فرق الهلال الأحمر بتنظيم عملية التوزيع حتى تصل إلى المستحقين على أمل أن تكون مستمرة ودائمة وأن لا تكون لمرة واحدة خاصة وأن الكثير من القرى هنا بحاجة إلى هذه المساعدة العاجلة على صعيد الإيواء أعلن الهلال الأحمر السوري عن مصدر إماراتي أنه يتم تجهيز 400 وحدة سكنية مسبقة الصنع في الإمارات على أن تصل تباعا إلى مرفأ اللاذقية هذا المرفأ الذي استقبل أيضا اليوم سفينة مصرية تحمل أكثر من 500 طن من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية ويتم تفريغها لتصل إلى اللجان المختصة بتوزيعها وهناك عودة تدريجية إلى الحياة الاعتيادية مع تضاؤل وتلاشئ الهزات الارتدادية المحسوسة في المنطقة كاروني شكرا جزيلا لكم من اللاذقية في سوريا مفادنا عبد الحليمي ومن غازي عنتاب جنوبي تركيا مفادنا عبد الجليل بردودي شكرا جزيلا لكم